كيف حالك يا وسامح؟ أهلاً صاحباً، أهلاً صاحباً، كويس جداً أنا النهاردة مبسوطة وخايفة الاثنين، طبعاً المحتوى أنت بتقدمه مرهب جداً، بس لذيذ، فالواحد ما بيعرفش يوقف جداً، جداً، هو أصلاً الحب جاي أصلاً من فكرة الوثائقية أنت بتحب الأفلام الوثائقية أو توثيق الجريمة ونقلها للناس بشكل قصة، ما تبقاش بشكل خبري دي كانت الفكرة، إن أنا مش جاي نقل الموضوع خبري وإن أنا أصلاً من خلال يعني العمر اللي في جوه الشجلانة إنه أنجح الأعمال دايماً اللي بتتبني على أحداث حقيقية سواء دراما أو سينما أو غيره أي عمل بيعتمد على قصة حقيقية، جالباً بيبقى أنجح يعني فإزاي تنقل الأضايا الكبيرة دي لشكل قصة؟ طب سامح، أنت طبعاً يعني مخرج وبتشتغل في الميديا فإيه اللي خليك أصلاً من الأول خالص تتجه للسوشال ميديا ونوع المحتوى ده؟ بصي أنا 2017 خدت القرار، أنا كنت أنا في الميديا أكتر من 23 سنة وبعدين 2017 خدت قرار إن أنا حسيب التلفزيون خالص وهركز في السوشال ميديا لأن كنت مقتنع أن ده التطور الطبيعي لوسائل الإعلام وكنت بزعى لقوي من جملة إنه السوشال ميديا ده وقع افتراضي أو إنه هو مش موجود لأنه الحقيقة هو بيغير رأي العام وبيأسرع رأي العام وبيحرك الرأي العام فما ينفعش تتعامل معا إنه هو شيء مش موجود فبس الفكرة إنك إزاي هتصنع محتوى للسوشال ميديا مش للتلفزيون دي مدرسة ودي مدرسة طبعاً ومدرسة مختلفة تماماً في طريقة الكتابة في طريقة المونتاج والتصوير مختلفة وأنجح حاجة فيها فكرة الوان مان كرو يعني كل ما إنت تقدر تنفذ الحاجة بإيدك وبنفسك كل ما كان أفضل تحديداً في السوشال ميديا بمعنى أن أنت بتنقل موضوع وبتكتبه وبتمنتجه يعني كأنك أنا تقريباً وان مان كرو يعني أنا بصور نفسي بمنتج شغلي كنت لحد سنتين أنا اللي بكتب بس كل الحلقات بقالي داخل في سنة تقريباً أنا بقالي ثلاث سنين شغال أو داخل في الرابعة معايا تيم بقى خلاص بيكتب بيساعدني لأن الموضوع بدأ يعني ياخد زوايا مختلفة شوية ويكبر طبعاً طبعاً وياخد زوايا مختلفة والناس بقت مثلاً كترة من الناس بتطلب تفصيلة معينة أو في التخصص معين فبقيت أحاول أركز فيه أكتر طب إيه اللي خليك أصلاً تختار النوع ده من المحتوى على السوشال ميديا هل مثلاً هو حاجة أنت أصلاً بتحبها ولا حاسس أن ده اللي ممكن يكون بشد الناس أكتر لا هو أنا حاجة أصلاً بحبها وهو السوشال ميديا عايز تنجح فيها لازم تقدم حاجة أنت بتحبها عشان تستمر لأنه رد الفعل في الأول بيكون ضعيف جداً فلو أنت مش بتحب اللي بتعمله ده هتكتائب هتكتائب وتسيبه على طول لكن أنت بتحبه فهتفضل مستمر فيه وإزاي تطوره زي ما كنت قلتلك قبل كده أنا بحب الأفلام الوثائقية جداً ومقتنع جداً بأنه ما فيش شخص في الدنيا ما عندهش استعداد يفهم الحاجة مش يعرف الحاجة وده كان التارجت عندي إنك إزاي الناس تفهم اللي حصل مش تعرف اللي حصل تعرف فيه مليون موقع إخباري يقدر يعرف منه اللي حصل عادي لكن يفهم دي كتل المشكلة فعشان إحنا من ضمن الدراسة عندنا فكرة السيناريو فإزاي تقدر تخلق أو تتكلم عن زمان ومكان وشخصيات وتاريخ الشخصية لأن كل ده بيغير في رد الفعل للجاني يعني رد أو للحدث نفسه بيغير لأنه لو هو شخص متزن وطبيعي من التنشيئة مش هتصرف كده فلازم تبقى دارس التفاصيل بتاعت القصة عشان لما تنقلها للناس تبقى وقعية اللي في الصورة دي اسمها نجلاء نعمة الله سعيد قصتها أكبر مثال على الانتقام بسبب الغد والحكم والغيرة وللأسف عدم الثقة في كل الناس وقصتها بدأت برسالة على الفيسبوك 2017 نجلاء طالبة جامعية من كفر الدوار وحقيقي بتحب الخير وكانت بتساهم في كل أعمال الجامعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين وكل اللي كان محتاج مساعدة كان متأكد إن الحل هيكون عند نجلاء وده السبب اللي خلى كل اللي يعرفها يحبها لحد ما تجيلها رسالة على الفيسبوك ودي كانت البداية لدخول الشيطان لحياتها ياخدك وقت قد إيه علشان تطلع بالفكرة وتصورها وتكتب السكريب بتاعك وتطلعها في الآخر على السوشال ميديا يعني لو موضوع واحد مثلا يعني مش أقل من أسبوع بجانب أن يكون في خبرات سابقة عن الموضوع ده يعني مثلا مثلا قضية مثلا لازم تبقى قضية غريبة كمان ما ينفعش تبقى قضية عادية يعني لازم قضية غريبة وإن الجاني عمل فيها حاجة حنقولها بشكل مجازي كرياتيف حاجة مش إحنا مش متعودين عليها مش تردين عليها يعني هو عمل حاجة فعلا غريبة تمام وإنت عندك مثلا قريد كتير أو في النوعية دي من القضايا فإزاي متوقع هو هيعمل إيه بس في الآخر تكتشف أنه هيعمل حاجة تانيا خالص خالص خالص